كان الأمر هكذا وإذا كانت موجة السلام أقوى وأعتى الموجات التي الآن تشهدها المنطقة هل تعتقد أن شعوب المنطقة مؤهلة لذلك؟ يعني فجأة تصبح إسرائيل وكأن ليس هناك أي مشكلة مع هل الشعوب نفسها مهيئة لذلك؟ إلى حد كبير أعتقد أن ذلك صحيح أولا هذه الشعوب ليست كتلة ساكنة هذه الشعوب أجيال والأجيال نفسها تتغير داخل القطرة الواحد والوطن الواحد تتغير الأجيال بصورة كبيرة جدا ومدركات ومطلوبات كل جيل تختلف عن الجيل الآخر الآن ربما هناك جيل على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم يختلف الطريقة التي يفكر بها عن الأجيال الماضية مع توفر عناصر التكنولوجيا والقدرة الكبيرة على التواصل داخليا وخارجيا والقدرة على إزاحة الفوارق والشعور بالاختلاف مع الآخر الشارع السوداني سيد عطلان مؤهل لذلك؟ الشارع عثماني يرحب بزيارة بونفيو يرحب بالكلام عن اتفاق سلام مع إسرائيل؟ أنا أعتقد أن أتصور ذلك رغم أنه ليس هناك وسيلة للقياس الرأي بصورة مباشرة لكن أتصور لسبب واحد الشارع السوداني الآن لديه عنصر آخر خلافا للعناصر الأخرى التي قد تكون في دول أخرى هو الأزمة الاقتصادية الآن الأزمة الاقتصادية هي القضية رقم واحد في السودان الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على المواطن وليس فقط الدولة المواطن بصورة مباشرة الإحساس العام عند الشارع السوداني أن هذه الأزمة مربوطة بالمقاطعة الأمريكية وهناك اعتقد أن المقاطعة الأمريكية ربما يمكن التغلب عليها بشيء من التواصل مع المجتمع الدولي وخاصة الدول التي لديها قدرة على التأثير على السياسات الأمريكية وبالتحديد إسرائيل فهناك إحساس عند الشارع العام أن هذا الأمر تطبيع مع الإسرائيل ربما يكون في مصلحة التواصل مع المجتمع الدولي وحل مشكلة السودان الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر